اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الأمريكية استراتيجية قائمة على أسس راسخة ورؤى نواهداف مشتركة جعلتها محل اهتمام كبير وسعي متواصل للبناء عليها وتطويرها والدفع بها نحو أفاق جديدة على كافة الأصعدة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية سعادة سيد جاسن سيبريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية به نسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه بسعادة السفير وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهام عمله ومواصلة تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين وخلال اللقاء سعرض سموه مع سعادة السفير المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مشيرا سموه إلى الدور الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة كافة أوجه الإرهاب والعمل على تشفي في منابعه من جانبها عرب سعادة سيد جاسين سيبريل عن شكره وتقديره لسموه العهد على ما لقيه من ترحيب منويا بما يليه سموه من اهتمام في تطوير علاقات البحرين والولايات المتحدة والدفع بها نحو كل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي وفتح مزيد من الأفاق في كافة المجالات اشتركوا في القناة